السؤال اللي بعد كده حكم الدين في زيارة المقابر أوائل شهر رجب بنسميها عندنا طلعة رجب أيوة مشهورة أوي وهنشوفها في الأسابيع اللي جاية في ناس بتعملها في الجمعة التانية في رجب ناس بتعملها في الخميس الأول في رجب أو الخميس التاني وناس بتعملها في نص رجب بالظهر المهم ما يخلوش رجب من طلعة طلعة طلعت رجب في بعض المحافظات بيبقى عامل زي يوم عيد لو شفت المقابر وعندنا هنا بتشوف احنا نواحي البساتين والسيدة عيشة وسيدنا الإمام الشفعي رضي الله من الجميع تبص تلاقي الناس فعلا طيب يا ترى في دليل على كده لا لم يأتي دليل يبين فضل زيارة المقابر في رجب خلص ممكن أزور المقابر في أي وقت في أي وقت بقول كده ليه طب اللي هيطلع في رجب اللي مش هيطلع في رجب هياخد زم لا لا فيش أبدا أي ذم عندك وقت تطلع يطلع بس ما قولش إن دي سنة ما قولش إن فيه حديث ما قولش إن فيه فضل معين ما قولش إن لازم نعمل كده إن لازم نعمل كده عشان الناس هتحس بحرج اللي ما رحش لأبو ولا الأم ولا الأخو ولا لحد من قريبه يبقى قاعد حاسس بحرج لا ما تحسش بحرج لأن دي مهيش سنة السنة زيارة القبر في أي وقت في أي يوم فمن ربطهاش برجب ولكن هي عادة تعود الناس عليها ولا دليل عليها من السنة ولكن السنة جاءت بزيارة القبر في أي وقت كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فظروها فإنها تذكر كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم